أهلاً ومرحباً بكم في قناة وسام الدين التعليمية قناة تعالج كل ما يخص دروس علوم الحياة والأرض السلام عليكم تراميدي الأيزاء مرحباً بكم في فيديو جديد إذن إن شاء الله في هذا الفيديو هذا روجدت لكم واحدة مفاجأة جميلة ومهمة جداً وهي السوبر رجمان ديال الدرس ديالي برنسيب ستخاتيغرافيك إن شاء الله في هذا الفيديو هذا سنحاولون نشوفوا المسائل اللي يجبكم تركزوا عليها في الامتحان طبيعة الحال واللي غادي تلقاها لها محال صافي حاولت تباهمها مزين برعا خديت المسائل اللي هي مهمة دونك درنا لفيلت تخديه اللي يكوخ دو تلمانيغ أنني نقدم لكم الآن المسائل اللي غا تهمك بزا فبطبيعة الحال هاد لغزوما هاد رغ نخلي لكم لبيدائف ديالو في الديسكريبسيون اللي بغا ياخدوه باش يأم بريمي ولا يوضعو حده وصورتو في الإنجاز ديال التماري بداو على بركتي الله وكلا قلتو معي أصدقائي فأول مسألة كنا شفناها في الدرس فهي المبادئ اللي كنستعملوها في التاريخ النسبي لأنه ما ننسوش العدف ديالنا من هالدرس فهو إعادة تكوين واحد المنطقة جغرافية معينة يعني نعرفو مختلف المراحل اللي قدت إلى تشكل طبقات الموجودة في واحد المنطقة معينة يعني إعادة تكوين بطبيعة الحال باش ندروا هاد إعادة تكوين فأخصنا واحد مجموعة من المعطائيات أول معطا عنا هما المبادئ يعني جيد أول مبدأ تطرقنا له في الدرس ما عن كتير شعلي كان أعطيك غير الأساسي دوك شنو خصي نعرف آنا خصي نعرف أن هو واحد البرنسب اللي كيتعمد على ماذا كيتعمد على أن كل طبقة فهي كتكون أقدم من طبقة اللي كتكون فوق منها وكتكون هي أجدد من الطبقة اللي جاتحة منها صفي؟ هذا هو البرنسب دو سيبر وقلنا أن البرنسب دو سيبر وعندو دي لدي حدود اللي ميمكش أنا نستعملو فيها شنو هي هاد الحدود فبطبيعة الحال عندك لدي حدود خس كتحفظها عندك لك دو تيراس في الفياتي الإتاجي اللي كي ما تتشوف معي هنا تري بيا عندك لك دو لفاي انفس يعني ما كيكون عندي فعلق كوس أو عندك لك اللي كتكون الفوق جيد. تاني اشف فيناec ايه احداث. فاشكي يقول هذا الكلام? تقول الا كان عندك مثلاً واحد الحادث وهذا الحادث يقطع لك واحد مجموع من الطباقات يعني دازم النوم فهذا الحادث ايه يكون اجدد من هذه الطابقات. إذا كنت تأخذ هذا الفئي الذي يوجد هنا فهذا الفئي قطعت لنا هذا الطبق فهذا الفئي هي أكثر من هذه الطبقة لماذا هذا الفئي ستكون أجداد من هذه الطبقة بطبيعة الحال لا لأن هذا الفئي لم تقطع هذا الطبق هذا يسمى البرنسبة للتركوب ثم لدينا البرنسبة للمبدأ التدامن هل يقول هذا المبدأ؟ يقول لنا بكل بساطة أن أي عنصر موجود في داخل الطبقة فهو يكون أقدم من هذه الطبقة لذلك اذا انتبالي على هذا الأستخدام فهو بطبيعة الحال تكون أقدم من هذه الطبقة نعم. بعد ذلك لدينا البرنسيب دو كنتينويته هنا كنبدأ في واحد نوع دو المبادئ اللي يقدر يدعونا اين كوريلاسيون دي الجوج دي الاستخات الالوانية. يعني ما جوج في نفس المتتالية الرصوبية. تيكونوا بعد. ما يقول لك هذا البرنسيب دو كنتينويته? تيقول لك اي طبقتين فتيكون عندهم نفس نفس العاج يعني نفس العمر. اذا ما كان محدودتين بنفس السقف يعني كيكون عندهم نفس الاطواء. بيان. ونفس اللي. يعني نفس السرير. اذا كنت تلاحظون ان الفاسيس ديرهم مختلفة. ولكن لا لاحظة مزين. اي يقول لك ان ا ا ا ا فهما طبقتين محدودتين بنفس الطبقات. بحيث ان مثلا ا عندها اف الفوق وعندها دي التحت. ا ا عندها اف برهية اف. وعندها دي برهية اف. وعندها دي هي دي. وبتالي شو كنقولو. كنقولو سرون البرنسيب دو كنتينويته. فالاستخات ا 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 آخر principes كنا شفنا أصدقائي ويقول , le Principes d'Identité Paleontologique ça رحل سهل و سهل بزاف .اللاش لانه يعني تعمل على وجود نفس المستحتاج أو هنا تريد التعليق في الطرس . ما شيء أي مستحتاج , كنتكلمو على الفوسيل استراتيغرافي . إذا كنت تتطبق le Principes d'Identité Paleontologique , فارخصو يكون عندك دفوسيل استراتيغرافيك ما شيء دفوسيل دفاسيس . وبالتالي كتعرف فالل Principes d'Identité أحيض teaser يореكي بürü تغليطة أحيط على هذه الجودة فمثلا هاد الكوش الده وهاد الكوش اهدو رايزن المم اهاش غدي تقول لي علاش نقول لكم بكل بساطة لانا هم يحتويوا على نفس الفوسيل استراتيغرافيك اللي بطبيعة الحال هو Lamanite طفي؟ ونرحت معي درتلكم واحد طابلو لكي دلنا انكم بقرازن واحد المقارنة ما بلي فوسيل استراتيغرافيك ولي فوسيل ديفاسيس بحيث أنا حتى نكون عارف ان في الصراتيغرافي كنستعملوا لي فوسيل استراتيغرافيك ما كانستعملوش لي فوسيل ديفاسيس سأقول لك الأستاذ عن ما هو الخاصائز الفوسي استراتيغرافيك بكل بساطة هذه الفوسي لديهم مدة عيش قصيرة وبالتالي يمكنهم إعطاءنا تاريخ دقيق وعندهم جيوغرافي لديهم توزيع جيوغرافي كبير جدا بحيث تلقهم في مئة المناطق وبالتالي يمكن أن يفعلون الكوريلاسات بين جوجة الاسترات والسيريسي ديمونتر يكونوا بعاد ما عندك مشكلة لأن التوزيع دي لدي الفوسي استراتيغرافيك كبير جدا وهنا الأمثلة اللي شفنا في الطرس بطبيعة حال شفنا لامونيت وشفنا تخيلو بيتا بالنسبة للفوسي الدفاسيس فعلى عكس الفوسي استراتيغرافيك الفوسي الدفاسيس يتميزوا بمدة عيش اللي هي طاويلة جدا وبالتالي فلا داتاتيون مخدامين شلك وعندهم واحد توزيع جيوغرافي محدود يعني ما كتلقامش في أي بلاسة وبتالي فالفوسي كن تقنيزingers دان لداتاتيون هم أدو السيطريق هذا اللي السيد المتلين اشنا هي اللي هي اللي فوسي استراتيغرافيك لأنه قلون اللي فوسي استراتيغرافيك ستشعروا لهم في طريق نسمي هادي اللي فوسي الدفاسيس رماشي ما عندومتا دوار حاشا عندومتا وماتدور ديانم غير هما بااد على الاستراتيغرفي وإلى سوالك لأصدد كما تتخدم النافضل عن المعلمات التي يضرون أنها يترسل أنها تتخدم النافضل يعطينا أنها تشملك ايضاً حتى على المعلمات التي ترسل وكبيراً وقائبوا على أي امزيان ومن المتحدث حسكي لذلك يا إخبار هنزو الفقرة التالية واللي كنا شفنا فيها لكما نبنيه السلم استراتيغرافي واول مفهوم كنا شفنا جميعا هو المفهوم ديال تشكيله النماطية او لا الاستراتوتيب انا كتلميت شنو خصو نكون عارف على الاستراتوتيب انا معك اول حاجة او سيد خصوك تعرف ان الاستراتوتيب عنده دي كاركترستيك ضروري تكون عارفة ما بيالي كاركترستيك ديال الاستراتوتيب هو انو تكون واحد لا سوكسيشن يعني كتكون واحد المتتالية الرصوبية اللي كتكون خالية من تشوهات تكتونية دونك أبسانس د دي فورماشن تكتونيك المخاصية الثانية هي أن الستراتوتيب يكون غاني بالفوسيل استراتيغرافيك يعني تكون غاني بالمستحتات طبقاتي صافي تالت خاصية الهوموجينيتي دي فاسيس يعني تكون واحد المحتوى حوتاتي الهوموجين متجانيس ويكونوا عندنا دي ليميت فاسيلا دي ستنغي دائما استراتيوتيب تكون دائما استراتيوتيب تكون ليميته باردينك سيفو رغادي بيان الشيما هنا هيا فغا تلاحظوا أن هذا استراتيوتيب يسابل اللي كما تتشوفوا معي مزيان رغم حدود مشكلية وواضح جدا بما يسمى بلاي لكن لك لكن فاهمين لك أنا ما بين هات الخصائص الرابعة اللي عندنا شكونا ما الخصائص اللي خصينا قال لهم ما فيوش نقاش أولا لابسانس دو دي فرماشون تكتونيك ثانيا نقال على أن لستراتيوتيب إلي غيش ان فاسي استراتيوغرافيك ثالثا خاصي نقال أن لستراتيوتيب تكون محدود ما يسمى بلاي لكو هنا غنزيدكم واحد المعلومة أخرى اللي مهم ما جدا اللي عنده علاقة بلستراتيوتيب ولي هي شنو كيمتتلينا لستراتيوتيب فلاشيل استراتيغرافيك يعني في السلم الجيولوجي الزماني فاشنو كيمتتلينا هدو الاستراتيوتيب هذا هدو الاستراتيوتيب أشابك تمتتلينا واحد كتسمى للاتاج أقل عليها لنقال لنقال لحول الاستراتيوتيب فالاستراتيوتيب فلاشيل دوتان جيولوجيك فسلم الزمان الجيولوجي كيمتتلينا واحد الواحدة كتسمى للاتاش واللي کیكل امتداد الزماني ديالها ما بين 3 الى 10 مليون سنة أقل عليها مهمة جدا تضطو في المسائيل ليلفغوف. سافى مسألة اخرى انette تمية ديال استراتوتي نобразى. تسمية ديال الستراتوتيف فتكون طلاقا مال منطقة اللي رقينا فى هذا الستراتوتيف. مثلا مال قيت هذا هذا في طانجة بطانجة. هذه ستمية طانجرية. ماذا نفعلها توفيكس اياه على المنطقة hare نفعلها في هذه الاستراتوتيف. كميستال هنا عندنا مثلا نيته ادفاة الغد في حق رجائر تسيدي فالبينة في Immediately يتحدث على مستخدم فاندي الإنسان Yamine когда يصح ناكب له تشاركي إحيائية. سهلا جدا. كيف تتعرف من هذا البيوزون؟ تتعرف غير التعريف ذيها. نقرأ جميعا. لذلك البيوزون هي إحيائية استراتيغرافية تكون محددة من المحتوى البيولوجي التي تكون فيها. وبالتالي كيف تتحدث عن هذا البيوزون؟ ي Lil she's from the stratotype. وبالتالي كنسميوها جيد. هنا نشو فو لانشو دي لكو نشوش راتيغرافيق. نشوش راتيغرافيق هو ما يسمى بالفجويت. جيد. هنا في الدرس كنو كننا قلنا ? قلنا أن تجري أن تتحدث عن دخول الترفيجية في مستوى الأسئلة إلى إقوى عقلية في مستوى الملحة بالتعليقية التي تتحدث عن دخول المجموعة من الطبقات تتحدث عن دخول المتتالي وضع المتواجد وعلى المستوى المتتالي الرصبية لقد عدنا أنها تقدر تظهر لنا من بعض الأسباب ومعضنا تفسيرات التفسير الأول هو أن تكون عندنا واحد توقف ديال الترصب يعني ما تعلن هنا لا لاحظته معايا شوفوا ليه مزيد الطبقة بي كتلاحظوا أن الطبقة بي تشكلات لنا في اللوكاليتا إيكس ولكن العوض ما تتكمل التشكل دياله أو التوضع دياله في اللوكاليتا إيقراء فهذه المسألة لم تتم هاد للاكون هدي كتسمعوا للاكون دو سيدي مونتاسو يعني واحد الفجوة ديال الترصب على اسمنا هكا لأن تم هناك ترصب ولا يتصبح نظرًا ملاحظات لها عندما يتصبح هناك ثم تتزوجه لما تتزوجه إن كانت يتصبح لهم أي حالي لأن أتضبق بالأبقة بي بأن في اللوكالي تأخذ أم لا يتصبح لها ما يتحق وتقليل ي إذن أنت تتضمنًا عناتي وأنا بالأس المصال في الأسفري نغاني ديالته في الأسفري 대해서 نظر أن يمكن أن يتصكون الأسفري يتصبح تماما عن طبق الأسفري أو أن يتصبح تتقليل تكون هناك توقف للسدimentation وهذه المسألة تكون راجعة على المعدة راجعة على رغرation مارين يعني يكون تراجع بحري يعني المسائل كل هذا عندكم هنا جيد هذا هو ما يتوقف للسدimentation بعد ذلك اشتركنا اخر تيب للسدimentation 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 هل يفهمون هذه للسدimentation صراحة نفهم دينا سهل جدا تكون ناتيجة عن توضع واحد طبقين الطبقة تودع بشكل تام بشكل تشي مشكل ولكن من مورها التوضع مباشرة فهي تعرضت للغزو دوك سوف تنظر هنا في الدوكيمن سوف ترى ك تم التوضع لكوش A من مورها جاءت لكوش B من مورها جاءت لكوش C مشكل من بعد ستلاحظوا كان هناك اختفاء لكوش C وطرحتشي شوية من لكوش B لماذا؟ كيف يمكن لك أنت تفسير لكوش C هنا ستقول بكل بساطة لكوش C اتسبرو أكوز دون إيروزيون يعني تعرضت للحط وهذا الحط هذا قصلي نتشي شوية من لكوش B وجاءت بطبيعة الحال لكوش تتوضع معندها مشكل معندها شغارات بما سابق وبالتالي كنت تفسير هنا نقول أن لكوش C بطبيعة الحال توضع يعني C ديبوزي ما بارلسويت إلى سوبي إيروزيون تعرضت إيروزيون بارلسويت هنا كنتكلمو على ديبوزيون يعني واحد الفجوة نتيجة عن حط وهكا كنكونوا شفنا جوج الأنواع ديبوزيون لدينا صافين فاهمين دوك نعودهم بسرعة عدنا ديبوزيون ديبوزيون اللي كتكون راجعة عن واحد توقف ديبوزيون بالتالي كاللوحظ أن واحد طبقة معينة كتكون شكلات منها واحد الجزء و جزء اخر لم يتم توضع ديبوزيون وهذا شي راجع التوقف ديبوزيون لدينا ديبوزيون ديبوزيون اللي كتكون نتيجة عن مادة و راجعة المادة راجعة لواحد ديبو يعني تكون واحد توضع عادي ديبوزيون طبقة معينة وبالتالي منمور هالتوضع فهالتطبقة تتعرض الاغوزون شي اللي يجعل تحييد بشكل نهائي لا تتبقى في الامتيحة مثلا اقدر اطلاق منك تقارن هذا سيدي منطق لكينا في لوكاليتي اكس على سيدي منطق لكينا في لوكاليتي ايجراج كتقول لي ان نيفو لوكاليتي اكس يلي لكوش ابي سي ادي تندي كدو لوكاليتي ايجراج اشترك منطق لا تتبقى تعالى اقرأ دل تبقى ذو ايجراج امي سيدي احيوزون الأنسان المجالية اصدقاء ايجراج انا تنظر كتاب تنظر تنظر اتشتر حيث تعالى انزر لكي اتشتر بدي او دائما تنظر ايجراج تنظر اختطقت ومن بسم يبدو استخدام قائز بسيطة فكتشكل لنا في اربعات المراحل. اوار مرحلة شنية هي ديبو. دكور تي كتوضع لنا واحد المجموعة من الطبقات. تاليا هالطبقات هذه فهي كتتعرض لواحد البليزمو كتتعرض لواحد لديفورماسون تيكتوني. يكون عبارة عن طيام. من بعد جزء من هالطبقات كيتعرض للإغوزيون. صافي? شاء اللي كي خلي هذا البارتيكول لها تمشي. من بعد كيتوضع لنا طبقات جديدة. يكون ديكون هناك نوو ديبو. هذا هذا الوقوف يبين هذه لكوشة الكيوشة رحتية و هذه الكوشة التي تتزوجها هو جيدوني. يتسمى مجموعة الدخول أيضاً من الدشاورة. هذا الاسم هو اسه للأش لإغوزي اغلابت عن طبقات القديم للتحدة كي شكرا لليا جيداً. هل ستفهم؟ ما مجموعة؟ ما بين لديك اغلابت أن هناك ديس كوردانس على أسنكوشة. مجموعة. تبقى ما بإغلابت أن هناك ديس كوردانس الشرع المرة يتتعلقت أنها ترجمة الكتميرات من حتى يتج verde رحضة الانية التي تجربتها لك يتدخل اكتل قليل أحضر الإدفاران تأمين يملكي يتحل أمر الملكون مريك وش تز Lorصة أمر ملمين الملكون الملكون أحدنا الملكون أدام الملكون الملكون أنت دون بارتي منهم وعادك يتوضع لنا طبقة جداد أقل عليها في التمارين أو في الانتحان يقدر الأساد يطلب منك تسمي لي هذا الكونتكت الذي يكون في هذا الشكل هذا تقول لي سيتون ديسكوردانس تقدر يزيد إدفاع معك لابر تقول لك حدد لي النوع ديالها تقول له سيتون ديسكوردانس أنجولار فاهمين؟ الديسكوردانس بغاليل تكون سهلة لماذا؟ لأن العواد ما يكونوا هاد لكوش بلسي سيكونوا حتى هما أوريزونطال عادي إنقاطع تجعل المعداة والتجعل Ung PROzo التي تكونوا حتى يجعل من قبل جاي جاي بالنسبة سننعطي إلى نشر ديسكوردانس مع التقيدات وهو النشر ديسكوردانس ماذا يقولون يجب عليك إعلام التعريف لتلك السيقه سيديمانس ماذا هذا؟ تكون المشكل سيديمانس يسبب لكما يكون للوغنية الأسجادس يوجدون تكون لدينا شهرية ترسكوردانس تكون لدينا شهرية ترسكوردانس لا تتكلم عن الدورة الروسوبية فهذا الدورة الروسوبية تتميز بالتوالي في الجوجة المراحل يكون لدينا تجاوز البحرية ويكون لدينا تراجع البحرية التي نسميها ما نريد أن نعرف هذا الله يجزيك بها نريد أن نعرف الدورة في الترسم فقط كيف يتم التشكل أو التكوين في هذا السيديماني أول شيء بطبيعة الحال هو الترسم يجزيك بها يجزيك بها يجزيك بها يجزيك بها ترتيب العناصر في المسألة الترسم كيف ترتيبها إذا لا تتكلم معي في السيديماني تجاوز هذه تلاحظ أن الكالكير تكون هو للفوق والكالكير بالنسبة لذي نحن في اللغة الجيولوجية تحديوه يجزيك بها يجزيك بها كيف تقولين حُمّل داخل معي الزمن تخلصية يجزيك بها يشارف يشارح شكرا جزيلاه أو بعاااااااااااا على الباب الشارع ملا ، لدينات المقارس ك �نع وه Lara سيب كال سياء وفرقة جدا أو متى أو في السرعة كنا لدينات المقارس � reconstruصنا لدينات هكذا? Zoي سيدينات والاي با القارس وهو هم كر transact ها وهم الكب هي لدينات المعروس دي كواسان دي باع فير له. دكتور؟ دكتور ترتيب دي الحبات يكون من الاصغر الى الاصغر من تحت الفوق. وهنا تكون عندي كواسان دي باع فير له. دك هنا ولا عندي واحد ترتيب دي الحبات من الاصغر الى الاكبر. ونفس شيء من تحت الفوق. سعر فيو مفهمين؟ جيد. اخر مسألة اصدقائي رحالي نحاول نشير ليها واللي مهمه جدا. دكتور ما قلنا من قبل? قلنا عن الوستراتوتيب يحدد لنا واحدة استراتيغرافية تسمى لامتدات الزمنية تكون بين 13 مليون سنة دابت نتكلم عن الوستيكال سيديمونتار الشيء العلاقة التي تربط مع الوستيكال سيديمونتار و لشيء الوستيكال سيديمونتار و السلم الزمن الجيولوجي بكل بساطة لديك جوجة الممكن لديك جوجة الإمكانيات فإذا كان هذا السيديمونتار لمدة تشكله قصيرة بعبارة أخرى كانت ما بين 3 و 10 مليون سنة فهذا السيديمونتار حتى هو غير نعتبره اي طاج بحاله بحث تخطوتيب وإذا كان هذا السيديمونتار لامتدات الزمنية كبار من 10 مليون سنة فهنا سنسميه اسم آخر في عواد ما نقوله اي طاج سنقوله سيستام نقل عليها فهذا السيديمونتار لديه هذه الخاصية يقدر يحدد لديك جوجة الوحدات الزمنية الوحدة الأولى هي إذا كان الامتداد أو المدة تشكله من 13 ويمكن يحدد لديك إذا كانت المدة تشكله وكتفوت 10 مليون سنة جيد سيادنا ندوزل الفقرة الأخيرة من الترس من خلالها سنرى جيو كرنولوجي هنا العلماء لاحظوا واحد ملاحظ قال لك سيدينا ندرسه 12 مليون سنة 13 مليون سنة لا يستطيع أن يفوت 10 مليون سنة منين تصايبات نين تشكلات عمرها 4.5 مليون سنة كثيرا إذا تقسم 4.5 مليون سنة للعشراء لا تستطيع أن تسالي لا تستطيع أن تقسم لا تستطيع أن تقسم ويستطيع أن نقسم الزمن أو العمر بشكل مريح أكثر هنا ما هو المعيار الذي سنعتمد عليه لكي ندرها التقسيمات الكبرى المعيار الذي سنعتمد عليه هم الكخيز بيولوجيك أو الكوارث البيولوجي الكثير العلماء سنعتمد على الكخيز بيولوجيك سوف يمكننا من تقسيم العمر لتقسيمات أكبر والإمتدادها سيكون أهم جيدة إذا لاحظتم معي هذا الدوكيمو ما يفعل لنا؟ يفعل لنا بكل بساطة تغيير الأنواع البيولوجية وذلك بدلالة الحقب وبدلالة البرئيود يعني الدوارات تتبهي لك سيدي تغير وضع دكار الدوارات بيولوجيك ومثل عن العائج وهذا العائج ومثل لنا بالعائج وهذا ما يمكنك أن نريد أن تكون لدينا الدوارات الرياض وكي يمكننا الكريز كريز كليل كما أن نكتير تقسيم الكريز من الكريز صغر وكي خيز كبار كي فرح الصغرى وكواريت كبرة بشكل قدر أنا نفرق ما بين الكواريت الصغرى والكواريات الكواريت الصغرى الكواريت الصغرى بكل بساطة كتفرق لك ما بين البيعيودي. وكنا عندك البيعيودي بحال هنا في هذه كاريتة صغيرة فرقة القمائلة لوردوفيسيا والسيلوري Vlogorian دكوغ كتتعبر كاريتة صغيرة جيد. إذا جتيناة هاتة الكاريتة هادي تعيي أما تتقسم البضيان أو البضيان أو البضيان سنقسم البضيان هذا النقاء يشترك في هل هذا نفسي فا أنت تتقسمي فعالك هذه الفرسية تجربين الأولياء وبالترك بعد العامل إنها يزال كنسى جانب سنسافت نسافتنا هل هذا التقسميت التي تجربين الأولياء والتقسم ولكن أكثر من هذا فهذا الكاريتة تقدرات تقسم لنا أيضاً دوزهر جوديا الحقاب يعني قسمت لنا ما بين البريمير والسيوند وبالتالي كتا تعتبر كاريتة كوبرة ستونا كريز ماجر صحيح؟ إلا زي دنا عبتاني لهاد الكاريتة هذه كتلقى أن هذه الكاريتة صحية فرقات لك ما بين الأدرياس والجيراسيك دونك سلمان دي بريود دونك حتا تعتبر كاريتة صغرى مني تنجي عبتاني لهاد الكريز هذه اللي فيها لزامونيت فا كالقى أن هذا الكريز اوسي a permis de séparer le secondaire du tertiaire نهي لرس يعاني لرس كريز ماجر فبتالي تتعتبر كتعبر كتابر 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 وانت تعتبر كتابر 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 إذا كنت نتحدث عن الكوارد، فنحن نتحدث عن نوعين للكوارد، في حالة أصافة، شواء مثل ديف تغيب 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 التغيب من تغيب. يعني كاريتا كوبرة كتمكننا من تفريق ما شي غير البيريوت كتمكنك من انك تفرق لازار يعني الحقة. وش حال عدنا من كريز ماجور عدنا جوج عدنا ان كريز لي تميزات بالاختفاء دي اللي تخيلوبيت وعدنا ان اخر كريز لي تميزات بالاختفاء دي اللي زامونيت. وطلاقا من هاد الكريز استطعنا ان نستنجو ان اللي تخيلوبيت فين عاشو. عاشو في عاشو في عاشو في عاشو. صافي؟ حيث ان من نترة مترنات الكريزة هاده فادت الى الاختفاء دي اللي تخيلوبيت. مزيان من وقعت الكريزة هاده اللي هي كوبرة بطبعي الحال. فهي ادات الى اختفاء لزامونيت. وطبعي الحال هذه المعطاية كلها اللي قلتها لكم الان فهي رأى عندكم هنا فهدل دو كارد غاده تتقرأهم عاتي تخوب نزيد واحد ملاحظة اخرى قبل انه الفيديو دينا اصدقائي هي ان هاد الكوارث بطبيعة الحال عندما تظهر فاشنو كيوقع كتلاحظوا معي انه كيكون هنالك انخفاض في التنوع البيولوجي عادي ارا كاريتا وبتالي كاريتا بيولوجية ارا بطبيعة الحال ارا بطبيعة الحال اني كنتكلم على كاريتا بطبيعة الحال كاريتا فرا غادي تكون تتميز دكار بالاختفاء ديال واحد المجموعة من الانواع البيولوجية وهذا الشئر كنشوفوه من المورة كل كاريتا فيما كتوقع شي كاريتا فكاللاحظو انه هنالك انخفاض في العدد ديال وبطبيعة الحال عندما نتكلم عن الكوارث فالكوارث كتكون ناتجة اه على واحد المجموعة من الاسباب مثلا اه يعني نيازيك مثلا لفولكون الى اخير صافي وهكا اصدقائي كنكونوا شفنا الملخص ديال الدرس ديالي برنسيب ستكاتيغرافيك هاد الملخص ادر غينفعكم بزاف ويمكنكم من تتبيه المفاهيم ليش فيشها في الدرس بطبيعة الحال وكي ما اخطي لكم فبداية الفيديو فلو بدايف ديالات ملخص سنخليه لكم فالدسكريبسيون حاولوا الطبعو او لا خليه او بدايف استعملوا خلال انجازكم للتعمري شكرا لكم جميعا اصدقائي على حسن المتابعة ديالكم كتبلا لكم حد موفق والى الشارع القادم باني الله ترجمة نانسي قنقر